بسم الله الرحمن الرحيم أعزائي طلبة وطالبات الصف الثالث الثانوي أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من حلقات اللغة العربية وفي حلقة اليوم سوف نتناول بعض دروس النحو والصرف المقرأ علينا هذا العام وذلك من خلال قطعة أدبية نقرأها جيدا ونتفهم كل ما فيها حتى نستطيع الإجابة عن الأسئلة بعدها وفي البداية أعزائي طلبة وطالبات أرجو أن لا تهمنوا العبارة التي توجد دائما في صدر أي قطعة نحوية وهي اقرأ القطعة الآتية بعناية أو اقرأها جيدا ثم أجب عن الأسئلة بعدها لا بد أعزائي طلبة وطالبات من قراءة الفقرة جيدا وبعناية وبفهم واعن حتى نستطيع الإجابة عن الأسئلة هيا بنا أعزائي طلبة وطالبات نتناول بالقراءة هذه القطعة الأدبية الوقت الذي يمر على الإنسان لن يعود إليه مرة أخرى وهو يمر عليه سريعا دون أن يشعر بمروره لذلك يجب على كل إنسان الاستفادة من كل لحظة تمر به وإلا فسيندم حين لا ينفع الندم فعليك أيها الشاب انتهاز الفرصة التي تمر بك بكل مودة رغبة في تحقيق أهدافك المرجو تحقيقها لأنه ما أسرع مر للوقت ونعم شابا المستفيد من وقته على أكمل وجه فالإنسانية تطالبكم بتحقيق نفع لكم ولغيركم أعرف كلمة كذا أعزائي المطالبات في سؤال الإعراب البعض يعتقد أن هذا السؤال له صعوبة خاصة وهذا وهم خاطئ في البداية أعزائي المطالبات للإجابة عن سؤال الإعراب ينبغي أولا أن نتعرف على الجملة التي تحوي هذه الكلمة هل هي جملة اسمية أم جملة فعليا وبالتالي نحدد أركان الجملة ونأتي بالجملة من بدايتها ونقرأها قراءة جيدة وعية ونتفهمها جيدا حتى نصل الإجابة عن إعراب الكلمة فالإعراب فرع المعنى الفهم الجيد للجملة يصل بنا إلى الإعراب الصحيح فلا ينبغي إطلاقا أن نتوقف عند الكلمة امراض إعرابها دون النظر إلى ما قبلها أو ما بعدها هيا بنا أعزائي المطالبات نطبق هذه القاعدة على الكلمات التالية كلمة الاستفادة لابد أن نأتي بالجملة من بلادها كما قلنا لذلك يجب على كل إنسان الاستفادة نعم يجب الاستفادة نعم فاعل مرفوع وعلامة الرفع الضمة الظاهرة لابد أن نأتي بالجملة من بدايتها ونتفهم المعنى فهما جيدا كلمة لحظة كل لحظة يجب على كل إنسان الاستفادة من كل لحظة الكلمات بعد كل نعم مضاف إليها مجرور وعلامة الجر الكسرة الظاهرة كلمة ينفع حين لا ينفع الندم نعم لهنا نافية لا تؤثر إعرابيا ينفع هنا فعل مضارع مرفوع وعلامة الرفع الضمة الظاهرة نعم شابا نعم كلمة شابا هنا جاءت بعد نعمة ومعلوم أن نعمة قد يأتي الفاعل مستترا وبعده تمييز منصوب نعم كلمة شابا تمييز منصوب وعلامة النصف الفتحة الظاهرة نوعية أخرى من الأسئلة استخرج من الفقرة مشتقا عاملا وأعرف معمول أعزاء ترباء الطالبات في سؤال الاستخراج ينبغي أن لا نتسرع فلابد أن نسترجع في أذهاننا ما درسناه من دروس وخصة الدرس المراد استخراجه فلابد أن نسترجع الدرس في ذهني أولا ثم أبحث عن المطلوب من خلال قراءة جملة جملة في الفقرة بعناية ودقة حتى أصل إلى المعنى أو الاستخراج المطلوب فلا ينبغي التسرع فقد تكون الكلمة المراد استخراجها هي الكلمة الأخيرة في الفقرة وقد تكون أول كلمة فيها فإذن ينبغي الدقة والحرص واسترجاع الدرس في الذهن قبل الإجابة وهذا ما سوف نفعله الآن هيا بنا أعزاء الطلبة والطلبات نتعرف على هذا الأمر استخرج من الفقرة مشتقا عاملا وعنب معموله أعزاء الطلبة والطلبات نسترجع في أذهاننا الدرس يقول يعمل الإسم المشتق أو إسم الفاعل أو صفة المبلغة أو إسم المفعول عمل الفعل فيما يلي إذا جاء معرفا بأل يعمل عمل فعله مطلقا أي بلا شروط إذا جاء مجردا من أل فإنه يعمل عمل فعله بشرطين أن يكون دالا على الحال أو الاستقبال أن يعتمد أي أن يسبقه نفي أو استفهام أو امتدأ أو موصوف بناء عليه أعزاء الطلبة والطلبات نعود إلى الفقرة نجد كلمة المرجو نعم عليك أيها الشاب انتهاز الفرصة التي تمر بك بكل مودة رغبة في تحقيق أهتافك المرجو نعم هذا هو اسم المفعول ومعمول كلمة تحقيقها كلمة تحقيق هنا نائب فاعل لاسم المفعول مرفوع وعلامة الرفع الضمة الظاهرة والها ضمير مبني في محل جار مضاف إليه استخرج من الفقرة مصدرا قياسيا وبين نوعة نعم كلمة الاستفادة الفعل استفادة وهو فعل سداسي إذن المصدر القياسي كلمة الاستفادة ونوع مصدر لفعل سداسي بالطبع نحن لا نقوم بإحصاء عدد حروف المصدر لكن إحصاء عدد حروف الفعل أيضا نجد كلمة انتهاز في قولنا انتهاز الفرصة نعم وهذا مصدر لفعل خماسي استخرج من الفقرة مصدرا مؤولا وبين موقعه الإعرابي بالتالي لابد أن نتعرف أو نتذكر المصدر المؤول يتكون المصدر المؤول من أن والفعل أو ما والفعل أو أن المفتوحة الهمزة مع اسمها وخبرها ويعرب المصدر المؤول على حسب محله الإعرابي في الجملة فيكون في محل رفع أو في محل نصف أو في محل جر نعود إلى الفقرة نجد نعم المصدر المؤول في قولنا أن يشعر أن والفعل المضارع وهو في محل جر مضاف إليه نجد أيضا أنه ما أسرع مرور أن مع اسمها وخبرها وهو في محل جر مجرور بالله لأنه نعم على الفجر والمصدر المؤول أنه ما أسرع مرور الوقت في محل جر مجرور بالله استكدنا الفقرة مصدر ميميا واعرف بالطبع لابد أن نتعرف على المصدر الميمي تذكروا معي عزيزة طلب والطالبات ما يليه المصدر الميمي اسم يدل على الحدث مبدوء بميم زائدة ويعرف حسب موقعه في الجملة ويصح أن نضع المصدر الصريح مكانه دون أن يختل المعنى وهو يصاغ من الثلاث على وزن مفعل لكسر العين إذا كان الفعل معتل الأول مثل وعد وجد وزن وعلى وزن مفعل من أي فتح العين من أي فعل ثلاثي آخر وهو يصاغ من غير الثلاثي على وزن اسم المفعول من غير الثلاثي أي على وزن الفعل المدارع مع قلب حرف المدارعة ميما مضمومة وفتح ما قبل الآخر نلحظ ما يلي أعزائي الطالب والطالبات أحيانا تزاد تأنيس مربوطة في آخر المصدر الميمي مثل محبة منفعة بالعودة إلى الفقرة نجد المصدر الميمي في كلمة مودة وإعرابه مضاف إلى مجرور وعلم تجاري الكسرة الظاهرة استخرج من الفقرة اسم تفضيل مبينا حالة أعزائي الطالب والطالبات تذكروا معي اسم التفضيل هو اسم مشتق يأتي للدلالة على اشتراك شيئين في صفة واحدة وزيارة أحدهما على الآخر فيها مثل العلم أنفأ من المال فالعلم نافع والمال نافع ولكن أحدهما هو العلم زاد في الصفة وينفع عن المال حالاته لإسم التفضيل أعزائي الطالب والطالبات أربع حالات إذا جاء مجردا من ألوى الإضافة وجب إفراده وتسكيره وتنكيره ويذكر المفضل عليه بعده مجرورا بحرف الجر منه مثل العلم أفضل من المال نجد المكتهد هو الأفضل لاحظوا معي كلمة الأفضل هي متوافقة في النوع والعدد مع كلمة المكتهد اسم التفضيل وافق المفضل في النوع التذكير وكذلك في العدد الإفراد والمجدة هي الفضلة أيضا الفضلة جاءت مؤنسة لتتوافق مع المفضل كلمة المجدة وجاء بزيغة الإفراد أيضا حالة الثالثة إذا جاء مضاف إلى نكرة واجب إفراده وتذكيره ويأتي المفضل عليه بعده مجرورا بالإضافة ومطابقا للمفضل في النوع والعدد مثل المكتهدون أفضل الطلاب كلمة أفضل هنا جاءت مفرد ومذكر رغم كلمة المكتهدون جاءت جمعا وكذلك جاءت كلمة الطلاب رحظوا معي أن كلمة الطلاب جاءت موافقة للمفضل كلمة المكتهدون في النوع والعدد ومثل ذلك قولنا المجدات أفضل الطالبات كلمة الطالبات جاءت موافقة لكلمة المجدات وبقي اسم التفضيل أفضل بصيغة الإفراد والتسكير الحال ربيعه الأخيرة إذا جاء مضافا إلى معرف بأل جاز فيه مطابقة المفضل وجاز عدم المطابقة أما المفضل عليه فيأتي بقنا بالإضافة إلى اسم التفضيل مثل ذلك الأم أعلى الناس قدر كذلك نقول الأم أعليا الناس قدر في المثال الأول كلمة أعلى لم تطابق وفي المثال الثاني جاءت أعليا تطابق المفضل في النوع والعدد نعود إلى فقرة أعزائي الطلبة والطالبات سنجد اسم التفضيل كلمة أكمل في قولنا على أكمل وجه أما عن حالته فقد جاء مضافا إلى نكرة استخدق من الفقرة مصدرا صناعيا واعلمه نعم أعزائي الطلبات كلمة الإنسانية هي المصدر الصناعي في قولنا فالإنسانية تطالبكم بتحقيق نفع لكم ولغيركم أما عن إعرابي فهم تلأ مرفوع وعلامة الرفع الضمة الظاهرة استخرق من الفقرة جملة في محل جر مبينا السبب أيضا أعزائي الطلبات تذكروا معي ما يلي الجمل وأشباه الجمل بعد المعارف أحوال وبعد المكرات نعوت أي صفات والجمل وأشباه الجمل تكون في محل جر إذا وقعت نعتا لمنعوت مجرور أو كانت في محل جر مضاف إلي نعم تمر به يجب على كل إنسان الاستفادة من كل لحظة لحظة هنا تذكروا بقي كذا إعرابها مضاف إليه بجرور وعلامة الجر الكسرة لذا فجملة تمر به جملة فعلية في محل جر نعت أيضا جملة لا ينفع الندم حين حين ظرف والجمل تضاف إلى الظروف مثل حيث وحين ولذا جملة لا ينفع الندم هنا جملة فعلية في محل جر مضاف إليه لوقعها بعد الظرف حين استخرج من الفقرة ثلاثة ضمائر الأول في محل رفع والثاني في محل نصب والثالث في محل جر مبينا السبب مع كل منها تذكروا معي أعزائي الطلب والطالبات ضمائر الرفع هي ضمائر الرفع منفصلة وضمائر الرفع المتصلة ضمائر الرفع المنفصلة منها المتكلم أنا ونحن المخاطب أنت أنت أنتما أنتم أنتن الغائب هو هي هما هم هن أما ضمائر الرفع المتصلة فهي ستة ضمائر تائل فائل نا الدالة على الفائلين ألف الاثنين أو الاثنتين واو الجماعة نون النسوة يا المخاطبة أما عن ضمائر نصف الجر المتصلة في أربعة ضمائر كاف الخطاب هائل غيبة يائل المتكلم نا الدالة على المفعولين أو المتكلمين ويلاحظ أعزائي الطلب والطالبات أن هذه الضمائر تكون ضمائر نصف إذا جاءت بعد الأفعال أو بعد إن أو إحد أخواتها وتكون ضمائر إذا جاءت بعد اسم من الأسماء أو بعد حرف من حروف الجر فإذا جاء بعد الأفعال تكون ضمير مبني في محل نصف مفؤول به بعد إن أو إحد أخواتها ضمير نصف في محل نصف اسمها في محل جر تكون بعد الأسماء ضمير مبني في محل جر مضاف إليه بعد حرف الجر ضمير مبني في محل جر مجرور بحرف الجر نجد هنا أعزائي الطلب والطالبات ضمير هو في قولنا وهو يمر أي سريعا هذا الضمير في محل نفع هذه الغيبة في قولنا لأنه ما أسرع مرور الوقت الها هنا الضمير في محل نصف اسم أن فعليك يا شاب انتهاز نعم عليك الكف هنا الكف هنا كف خطاب في قولنا عليك ضمير مبني في محل جر مجرور بعلا كذلك الكف في قولنا في تحقيق أهدافك نعم الكف هنا ضمير مبني في محل جر مضاف إليه ننتقل الآن أعزائي الطلب والطالبات إلى نوعية الأخرى من الأسئلة العاقل ينطق بالكلمة في موضعها الأقوياء يواجهون المشكلات بعزيمة قوية اجعل الفعل في كل جملة مما سبق مبنيا للمجهول وحدد نائب الفعل في جملة العاقل ينطق بالكلمة في موضعها نقول ينطق بالكلمة في موضعها وفي قولنا الأقوياء يواجهون المشكلات بعزيمة قوية نقول تواجه المشكلات بعزيمة قوية سؤال الآخر حدد المحذوف وقدره مبينا حكم الحذ وسابه فيما يلي لو لا معرفة قيمة الوقت ما استفاد الإنسان منه جملة أخرى لعمرك ليرتفي عنا صوت الحق لابد أن نتذكر معا أعزائي الطالب والطالبات أنه يجب حذف المبتدأ إذا كان الخبر مخصوصا بالمتح أو الزم لنعمة وبئسة مثل نعمة الهدف النجاح والتقدير مثلا هو النجاح أو الممدوح النجاح أيضا يجب حذف المتلأ إذا كان الخبر مصدرا نائبا عن فعله مثل كفاح ونضال والتقدير حيالي كفاح ونضال أيضا يجب حذف المتلأ إذا كان الخبر شبه جملة مشعرا بالقسم مثل في ذمتي أو في عنقي لأكتهدن والتقدير في ذمتي يمين أو قسم أو عهد أيضا أعزائي الطالب والطالبات يجب حذف الخبر إذا كان المبتدأ واقعا بعد لولا والخبر كونا عاما لولا العلم ما تقدمت البشرية والتقدير لولا العلم موجود أو كائن أو مستقر لاحظوا معي لو قلنا لولا العلم موجود ما تقدمت البشرية الجملة خطأ فالحسف هنا للخبر حسف واجب أيضا يجب حسف الخبر إذا عطف على المبتدأ بواو تظل على المصاحبة مثل الطالب وكتابه والتقدير الطالب وكتابه متلازمان أيضا يجب حسف الخبر إذا كان المبتدأ نصا صريحا في القسم لاحظوا معي هنا المبتدأ نصا صريحا في القسم هناك كاد الخبر مشعرا بالقسم والنص الصريح مثل لعمرك لأخلصان في عملي والتقدير لعمرك قسمي أو يميني أو عهدي هنا في قولنا لو لا معرفة قيمة الوقت ما استفد الإنسان منه المحسوف هو الخبر تقديره موجودة أو كائنة أو مستقرة لو لا معرفة قيمة الوقت موجودة حكم الحسفنا نعم ويجب السبب المبتدأ واقع بعد لولا والقسم بالطالبات بيّن سبب كسر همزد إن فيما يأتي إن التاريخ قاض عادل نقول لأنها واقعة في أول كلام ألا إن العبرة تؤخذ من التاريخ نعم إن هنا لأنها واقعة بعد الا الاستفتاحية والله إن التاريخ يسجل الأحداث بدقة نعم لأنها واقعة في أول جملة جواب القسم قلت إن التاريخ لا يجامل أحدا نعم مكسورة لأنها واقعة في أول جملة مقول القول شاهدت المؤرخة وإنه يسجل الأحداث نعم لأنها واقعة في أول جملة الحال إلى هنا أعزائي الطلب والطالبات تنتهي هذه الحلقة على وعد بلقاء يتجدد أدرككم في دعاة الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته